البلدين لا يسيران فقط باتجاه حرب تجارية بل أنهما قد يسيران باتجاه حرب حقيقية خلال ليس اليوم ولا غدا ولا السنة القادمة بل خلال السنوات التي ستالي ذلك وذلك لأن هناك مصالح صراع مصالح وهذا ما كنت أود أن أشير إليه إلى حد ما قبل أن في 1980 مثلا الولايات المتحدة كانت تنتج حوالي 22% من الانتاج العالمي بينما كانت الصين تنتج حوالي 2% في السنة الماضية الصين أنتجت حوالي 18% بينما أنتجت الولايات المتحدة 6% هذا يعني بأن هناك تنافس اقتصادي وهناك تنافس أيضا على النفوذ في منطقة آسيا وربما يتسع ذلك إلى ما بعد آسيا بين الولايات المتحدة والصين